أبنائي وأبناتي طلبت وطلبات السف الثالس الإعدادي أهلا بيكون في حلقة جديدة من حلقات الجغرافية والدراسات الاجتماعية للصف الثالس الإعدادي النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن خصائص سكان العالم خصائص سكان العالم عندي فيه حاجة اسمها خصائص ديمографية للسكان يعني ايه خصائص ديمографية للسكان كلمة ديمографية هي علم دراسة السكان مواليد ووفيات تركيبه عمري والنوعي وهنعرف طبعاً نهاردة في الحصة يعني تركيب عمري وتركيب نوعي للسكان وطبعاً بيدرسوا معدل المواليد والوفيات وكل ده يبقى كلمة ديموجرافيا هي علم دراسة السكان طيب أول حاجة هنتكلم عنها هي معدل المواليد أعلى قارات في معدلات المواليد في العالم هي قارة أفريقيا وأقل قارة في معدلات المواليد هي قارة أوروبا معنى كلمة أعلى معدل المواليد في العالم يعني فيها نسبة مواليد كتير بيتولدو كتير أو نسبة أو عدد أفال كبير جداً ده كطبعاً قارة أفريقيا وهنعرف برضو تفاصيلها ليه وأقل قارة في معدلات المواليد في العالم هي قارة أوروبا ومعدل المواليد في مصر يعتبر 25 في الألف يعني هو معدل مرتفع مثل معظم الدول النامية هي معنى كلمة 36 في الألف أو 11 في الألف أو 25 في الألف يعني العدد على الألف كيلو متر مربع يعني العدد على المساح طيب ليه عندي قارة أفريقيا معدلات المواليد فيها مرتفع أول حاجة لانتشار الأمية والفقر طب إيه علاقة الأمية والفقر بارتفاع معدلات المواليد ما هو أنا ما عنديش ثقافة فأنا طول الوقت عن ثقافة إن أنا بخلي فيها الكتير لأسباب كتير سواء عداد أو تقاليد والفق طب ماشي طب إحنا عرفنا الأمية إنه عنده جهد طب إزاي هو فقيره بيخلي في كتير هي الفكرة كلها برضو إنه في بعض الناس خصوصاً في أفريقيا برضو من ضمن الجهل إنهما لما بيبقوا فقرة بيخلي فيه أولاد كتير علشان يشتغلوا ويساعدوهم في المعيشة طبعاً هي يقول لك مثلاً لما تخلي في كذا ولد فالأولاد دي هيشتغلوا وهيساعدوك وهتبقى بالعكس تمت كده إيه هتستفيد من خلفتهم وأنهما يعني هيعينوه من الفقر الطيقة ويطلعوه من الفقر اللي هو فيه لمستوى تاني أعلى طبعاً ده الرابط بين كلمة الأمية والفقر وارتفاع معدلات المواليد وطبعاً العادات والتقاليد ده حمدنا في قارة أفريقيا بصفة عامة بتلعب دور كبير جداً في ارتفاع معدلات المواليد تاني السبب من الأسباب بارتفاع معدلات المواليد الاعتماد على الزراعة البدائية والرعي طيب إعلقته برضو بارتفاع معدلات المواليد طبعاً أنا هستفيد إيه؟ ما هو كل واحد عنده حطة أرض بيجيبوا أمال يشتغلوا فيها فطبعاً أنا هجيبوا أمال وهتفعلهم فلوس طيب إيه الحل؟ قال لك الحل إن أنا أو كفكر أو كفكر سائد يعني إن أنا أخلف كتير فلما أخلف كتير هيبقى عندي عدد كبير منه الزكور فالذكور دي هتكبر وهتشتغل معايا في الأرض هو طبعاً المقصود بالرعي البدائي اللي هي إن أنا بستخدم الإنسان أو الشخص كعامل يعني عامل شغال في الأرض بالفاس أو بالمحرات أي إن كان لأنه ما عندهش القدرة إن هو يبقى عنده يجيب حتى آلات حديثة طب هو لسه موجود الرعي البدائي أو فيه الحد النهاردة في بعض المناطق في أفريقيا فيها أو أغلبية المناطق في أفريقيا فيها الرعي البدائي طبعاً بالسبب زيادة نسبة الفقر اللي موجودة يبقى الاعتماد على الزراعة البدائية ده خلى فيه نسبة ارتفاع للموليد وفهمنا ليه بما تفسر ارتفاع معدلات الموليد في أفريقيا هذه الجزئة دي تاني هنقول بسبب انتشار الأمية والفقر والاعتماد على الزراعة البدائية والرعي طيب الجزء الأخير بتاع انتشار عدد والتقاليد الخاطئة مثل إن جاء بعدد كبير من الأبناء والزواج المبكر للإنسك طيب ده ليه علاقة بارتفاع معدلات الموليد؟ آه ليه علاقة بارتفاع معدلات الموليد لأن طبعاً الاعداد والتقاليد الخاطئة اللي هو طبعاً لازم يبقى عندك ولاد كتير عشان يبقى عزوة لازم يبقى عندك صبيان كتير فطبعاً طبعاً دي من ضمن الاعداد والتقاليد واللي ما خلفش مثلاً صبياء والأبلاد فبيضطر يجوز مرة واثنين وثلاثة عشان يخلف ايه؟ يخلف ولاد فبيضطر يجوز وعنده بنات كتير فطبعاً ده كلها من ضمن الاعداد والتقاليد المتخلفة اللي هي موجودة عندنا طبعاً الزواج المبكر للإنس يعني البنتي نعم بتتجوز مثلاً في سن خمستاشر سنة فبيبقى عندها الامكانية انها تفضل تخلف مثلاً كل سنة او كل سنتين عيل فطبعاً لحد ما توصل لسن اليأس ده ممكن مثلاً تفشلها في عشر خمستاشر عيل مثلاً طيب آآ يبقى تاني ارتفاع معدلات الموليد في افريقيا ليه هنقول بسبب انتشار الامية والفق والاعتماد على الزراعة البدائية والراع وانتشار الاعداد والتقاليد الخاطئة مثل انجاب عدد كبير من الابناء والزواج المبكر للإنس معدل الوفيات يبلغ معدل الوفيات على مستوى العالم حوالي آآ تمانية في الالف طبعاً بيزيد في الدول النامية إلى احداشر آآ في الالف وبيقل في الدول المتقدمة يعني الاح سبعة في الالف طبعاً انا قلت التمانية او الحداشر ده العدد والالف ده اللي هو الالف كيلو متر آآ مربع او المسيح فطبعاً لما لايه عندي في الدول النامية ان فيه ان بيموت كل احداشر شخص في الالف كيلو متر مربع وطبعا ده عدد كبير جدا اما في الدول المتقدمة بيقل العدد لسبعة في الالف طيب بيبلغ معدل وفيات في مصر حوالي سبعة في الالف طبعا ده يعتبر رقم بيتحط في الدول المتقدمة رغم من ان مصر دولة نمية لان معدلات الوفيات فيها قلت جدا ليه بقى قلت لان مصر فيها رعاية صحية واهتمام بصحة الاطفال هتلاقوا مثلا دايما تلاقي الطفل لما بيتولد بيبقى معها حاجة اسمها شهادة صحية بيبقى فيها طعمات لمدة مسلا سنة ونص الطفل دي بياخدها على مدار شهور منتزمة طيب ده بيفيده اه طبعا بيفيده جدا لان طبعا مع الوقت كان زمان كان الاطفال دي بتولد بيجي لها حظبة وتموت يجي لها شاء الله اطفال وتموت يجي لها اي مرض لان ما عندهمش مناعة لكن مع طبعا فكرة الرعاية الصحية والاهتمام بالاطفال بالذات خلت اني نسبة الوفيات قلت جدا في مصر طيب ترتفع معدلات الوفيات في الدول التي انتشر بها الامراض ويقل فيها الرعاية الصحية وقل تؤدي الحروب والمجاعة والزلاسل الى زيادة النسبة لنسبة الوفيات طبعا فيه معدلات الوفيات بيبقى حاجة طبيعية وفيه حاجات بيبقى فيها لها سبب تاني يعني مثلا الوفيات بيزيد في الدول اللي فيها امراض يعني لو مثلا ايام انتشرت الكورونا بتلاقوا مثلا ان الاسباب او قاعد روفيات كتير جدا جلت في الفترة دي. تمام? ده يعني فيه سبب. حل? طيب. اه بقى لقى بلاد ما فيهاش رعاية صحية برضو فيها نسبة روفيات بتزيد. طيب عندي مثلا اه بلاد فيها حروب اه فالحروب طبعا بالتالي بتجيب لي مجاعات لان طبعا مع الوقت اه بيحصل اه مجاعات او قلة في الغذاء. زي طبعا ما حصل في سوريا وليبيا وبيحصل دلوقتي في غزة وربنا ينصرهم ان شاء الله. وعندي الزلازل طبعا اه لما يحصل زلزال فجأة زي ما حصل في ليبيا كده الفترة اللي فاتت فطبعا ده بيؤدي الى ارتفاع معدلات الوفيات ومش بس ارتفاع معدلات الوفيات ده كمان بيعمل لي نسبة من انتشار الامراض والاوبئة فبيؤدي الى زيادة نسبة الوفيات في المنطقة دي. طيب اه نسبة الوفيات برضو بترتفق في اوروبا رغم ان هي دولة متقدمة. اللي بقى طب ليس ازاي هي دولة متقدمة وفيها نسبة وفيات مرتفعة. قال لك بسبب زيادة عدد كبار السن. هتلاقوا ان اغلب دول اوروبا اصلا نسبة كبار السن فيها كبيرة. لان الناس هناك بيعيشوا فترات طويلة. رب يعني عمرهم طويل. طب ليه يعني انا قال لك? لان طبعا احنا عندنا هنا في الدول النامية رعاية صحية للاطفال. اهتمام بيهم. لكن احنا اهتمام كرعاية صحية للكبار ما هيش موجودة. على العكس في الدول المتقدمة بيبقى عندهم رعاية صحية في كل فترات الحياة. فطبعا بيجي الشخص بعد ما بيوصل لسن اللي هو مسلا ستين سنة بيبدأ طبعا يبقى فيه عنده رعاية صحية كبيرة جدا موجودة. اه اكفى بيزي. فطبعا ده بيخلي ان عمره بيزيد مع الوقت. تمام? او بيطول مع الوقت. فطبعا نسبتهم كبيرة جدا ان هم خبار السن. فطبعا معدلاتهم او نسبة الوفيات بتاعتهم بتزيد جدا خصوصا في دولة ايه اوروبا. وده عامل ملوش اي علاقة بالتقدم او التأخر هو لا علاقة طبعا بايه بالسن او اه الاقدار يعني قدروا كده. طيب بتقل نسبة الوفيات في الدول التي تهتم بالرعاية الصحية ويقل فيها التلوث. طبعا يبقى عامل المعدل الوفيات بيتأثر بعدة عوامل. والعوامل دي ممكن تبقى سابتة وممكن تبقى متغيرة. يعني مثلا احنا قلنا هنا ان معدل الوفيات بصفة عامة بيقل في الدول اللي فيها رعاية صحية. حلو? اه او بيزيد قصد بيزيد قصد في الدول اللي بيقل قصد في الدول اللي فيها رعاية صحية وبيقل في الدول اللي ما فيهاش اي رعاية صحية. او فيها تلوث او فيها مجاعات او فيها زلازل. تمام? او فيها انتشار امراض واو بقى. او فيها حروب. كل الحاجات دي بتؤدي الى زيادة معدل الوفيات. يبقى معدل الوفيات لأسباب كتير جدا موجودة مش سبب واحد بس. طيب. في حاجة عندي اسمها الزيادة الطبيعية. آآ اللي هي آآ في حاجة طب هو في زيادة طبيعية وفي حاجة اسمها زيادة غير طبيعية قال لك هو. الزيادة الطبيعية لما اجا اقول لك دي الحاجة اللي جاية من عند ربنا. اللي هي معدل الوفيات ومعدل موليد. واشوف الفرق بينهم هما الاتنين ايه? دي اسمها زيادة طبيعية يعني دي جاية طبيعية بدون تدخل الانسان. موليد وفيات. ناس جايت ناس اتولادت وناس ماتت. بشوف الفرق بينهم ايه? وبعرف ان دي اسمها حاجة زيادة اسمها زيادة الطبيعية. طيب. ليه ان الزيادة الطبيعية بتنخفض في الدول المتقدمة? اللي هي الفرق بين معدلات الموليد والوفيات. قال لك بسبب انخفاض معدلات الموليد والوفيات. يعني الدول متقدمة. يعني نسبة الموليد فيها قليلة انهما ماشيين بمناحج طفل واحد او طفلين كبيرهم او لو ما خلفوش ما فيش مشكلة. ومعادلات الوفيات طبعا قليلة فيها اه في السن الصغير يعني لان طبعا هما في عندهم اهتمام كبير جدا بالرعية الصحية. طيب. ليه بقى على العكس اذا ارتفاع الزيادة طبيعية موجود كبيرة جدا في قارة افريقيا. قال لك لارتفاع معدلات الموليد وقلة معدلات الوفيات لان بترتفع عندي معدلات الموليد. وبتقل لي معدلات الوفيات بقى عندي فيه ارتفاع في نسبة الزيادة الطبيعية اللي موجودة عندي. طب قلنا اكبر قارة فيها واكتر قارة فيها. ارتفاع في الزيادة الطبيعية هي قارة افريقيا. طب يبلغ معدل الزيادة الطبيعية في اوروبا صفر. قال لك يعني ايه صفر? يعني لاني لفيه لاني معدلات الموليد بتساوي معدلات الوفيات. يعني اللي بيموت قد اللي بيعيش. مات واحد اتولد واحد. ماتتين تولدتين فيعتبر معدلات الموليد والوفيات أو الزيادة الطبعية في أوروبا تعتبر صفر يبقى الزيادة الطبعية مرتفعة في الدول في قارة أفريقيا وقامها صفر في أوروبا وفي الدول المتقدمة مثلا بتنخفض الزيادة الطبعية ننتقل للجزئية تانية حاجة اسمها التركيب العمري يعني ايه التركيب العمري أنا ذوقتي من ضمن خصائص السكان إني بعمل حاجة اسمها دراسة للتركيب العمري للسكان بشوف يا طرق كل فئة من المجتمع بتركيبها ازاي فيها قد ايه عدد كبار السن قد ايه عدد سن شباب وقد ايه سن صغار السن طيب دو هيفرقوا معي اه طبعا هيفرقوا جدا ازاي هيفرقوا في ان انا لما اعرف ايه الفئة الغالبة على المجتمع من الثلاث فئات دولار هقدر احدد ان كان المجتمع ده مجتمع متقدم ولا مجتمع متخلف طيب اول فئة عندي هي فئة صغار السن طبعا اللي بتضم الرضع والاطفال والمراهقين لحد ما يوصل عمرهم لخمستاشر سنة يعني انت دلوقتي عندك خمستاشر سنة تعتبر من صغار السن اه يعني اما اللي انا كبرت بقى وبقيت راجل وبجحش في البيت لا 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 انت من ضمن صغار السن او الدول او انت محسوب كده في العالم كله ان انت طفل او صغار سنة لا مطلوب منك ان انت تشتغل او مطلوب منك ان انت تعمل اي حاجة غير ان ان انت بس ان انت تعيش المرحلة السنية او الفترة التعلمية اللي انت بتعيشها طبعا بيختلف الكلام ده من دولة لدولة حسب عادتها وتقاليدها تماما طيب عندي لو ارتفعت بقى الصغار السن بقت مشكلة جدا على الدولة وبالتالي اصلا هتبقى عبقة على الدولة بقى طبعا هلاقي فئة صغار السن كبيرة جدا او زيادة جدا فين في الدول النعمية طيب لان طبعا احنا هتكلمنا وقلنا ان زيادة الموليد دي بسبب عادته التقاليد وا 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 طيب لما يبقى عندي دولة فيها نسبة صغار السن كبيرة اول حاجة بتزود العبقة على الدولة ورب بالاسرة ليه اولا لانا لازم اوفر له اكل ولفس وشرب خدمات الدولة بتوفر له ايه مدارس ومستشفيات وكل حاجة وكليات وكل ده بتوفره له تمام فطبعا الطفل في الفترة دي هو مش مطالب ان انا اخد منهم حاجة بالعكس انا مطالب ان انا ادي له فعبقى علي لما يبقى عندي نسبة كبيرة من الصغار السن فكلما زادت نسبة صغار السن في الدولة اصبحت من الدول النامية او الدول المتخلفة واصبحت عبقى على الدولة بالعكس هم بيعتبروا اا اا مشكلة بالنسبة لاي دولة فيها نسبة صغار السن هي الفئة الغالبة على المجتمع طيب تاني فئة عندي هتكلم عنها هي الفئة المتوسطة او البلغون اللي هو المفروض من سن خمستاشر لاربعة وستين سنة ايه ده هو اربعة وستين ده اعتبر بلغ اه اعتبر بلغ وبيعتبروه شباب كمان برضو في بعض الدول طيب الفئة دي لو هي الفئة الغالبة في اي مجتمع يعتبر المجتمع ده بيعتبروه من الدول المتقدمة ليه لان هي دي فئة اللي بتنتج عندي ما بتبقاش عبقى على الدولة مطالب انها تشتغل وبتنتج فلو زادت عمد نسبة الشباب او المتوسطة في اي دولة ده معنى كده ان دي دولة ايه متقدمة وتقدر تعتمد على الشباب دي في الانتاج اولا هي فئة سن العامة المنتجة وهي اعلى نسبة موجودة فيها في دول غرب اوروبا وهي اقل نسبة في قارة افريقيا طب ازاي هي اقل نسبة في افريقيا لان خلي بالك على رغم من قارة افريقيا فيها نسبة كبيرة جدا من معادلات الموليد اللي انا برضو استيقى نسبة من معادلات الوفيات بسبب الحروب والمجاعات والزلازل وكذا وكذا ففي نسبة كبيرة جدا من ان الاطفال دي ما بتوصلش بسن الشباب. الثالث فئة عندي بتكلم عنها هي فئة كبار السن اللي هي طبعا من خمسة وستين اللي فيه ما فوق ودي بيعتبروها فئة غير منتجة. يبقى انا عندي الفئة الاطفال من سن يوم لحد خمسة اشهر سنة دي فئة غير منتجة عيبقى على الدولة. طب الكبار السن من سن خمسة وستين اللي فيه ما فوق برضو فيه اغير منتجة. وبرضو عيبقى على ايه? على الدولة. طيب ارتفاع نسبة كبار السن في الدول المتقدمة مقاراتا بالدول النامية. يعني الرغم من ان احنا قلنا ان ارتفاع نسبة كبار السن ده عيب الى ان هو برضو موجود بنسبة كبيرة فين? في الدول المتقدمة عن الدول النامية. يعني احنا في الدول النامية الواحد ما بيكملش مثلا خمسة وستين سبعين سنة وفالسعة. لكن طبعا في الدول النامية في الدول المتقدمة لا ما شاء الله بيعيشوا لحد دسعين آآ ميت سنة مثلا. ليه? قالك بسبب التقدم والاهتمام آآ وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية المين? لفئة كبار السن. فطبعا ده ده يخلي الواحد مثلا بيفضل شباب طول عمره هو مثلا في الدول المتقدمة. لانه طبعا فيه رعاية صحية كبيرة جدا واهتمام به كشكل خاص. فطبعا نسبتهم بتزيد كدا في الدول ايه? في الدول المتقدمة. هنجي نتكلم عن جزء تاني من خصائص السكان وهي الخصائص التعليمية. يا طرعا مين اكتر الدول فيها نسبة نسبة للتعليم كبيرة ومين اكتر دول فيها نسبة للتعليم مش كبيرة? اولا ترتفع نسبة الامية في الدول النامية وبتقل في الدول المتقدمة. يعني بتلاقي ان الدول النامية اغلب الدول في افريقيا فيها نسبة كبيرة جدا من الامية اللي طبعا بسبب عامل كتير. اول حاجة ان في بعض القرى بتحرم المرأة او تعليم المرأة حفاظا عليها. بسبب اعداد والتقاليد. بسبب طبعا الزواج المبكر. فبيقعدوهم مثلا على سن مثلا خمسشور سنة راح بيت قاعدة في البيت عشان تتجاوز وتخلف وتجيب عيال. فبيحصل نسبة من الامية. فيه اصلا ان اتنا بتعلمش بناتها. بحاجة انه ماينفعش وعيب ومايصحش اصلا البنت تخرج برا البيت. ده سبب تاني. وفيه طبعا في الهند قالك فيه بعض المعتقدات الهندوسية اللي بتحرم تعليم المرأة اللي على يد الاب او الجد او الاخ. فمتاخدش حتى شهادة تعليمية مختارة. وفيه ناس بتعلم ولادها لسنة مسلا هي القراءة والكتابة فقط. فطبعا مجرد تفك الخط وخلاص. فطبعا فيه نسبة كبيرة جدا من الامية التنتشر بين الاناس اكتر من الظكور خاصة في الدول المتقدمة. نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة كبيرة جدا زي امريكا الشمالية واوروبا واستراليا واليابان وروسيا واكتر من 95% منهم متعلمين. طيب. على رغم ان مصر ده الانامية. اللي ان نسبة التعليم في مصر ما عدي لـ 65%. ازاي? قال لك لان الدولة جاء عليها وقت اهتمت كدا جدا بالتعليم. وفي كل المراحل بتاعته. بالاضافة طبعا ان الجهود الدولة في مجال محول امية. يعني مثلا مش بس لا يعني اهتموا بالاطفال اللي لسه داخلين المدارس. وبدأ يعلمهم كويس وشددوا على التعليم. لا. ده كمان عملوا فصول لمحول امية عشان يعلموا الناس الكبيرة بحيث ان ما يبقاش فيه حاجة اسمها امية. فبدأت مع الوقت ان نسبة الامية نفسها تقل في مصر كتير جدا. وبدأت تقريبا كل الناس ان هي تبدأ تعرف تقرأ وتكتب. ده بالنسبة للخصائص التعليمية بقى الخصائص التعليمية. التعليم بيرتفع في الدول المتقدمة وبيقل لنسبة التعليم في الدول النعمية. وبتزيد الامية في الدول النعمية وبتقل في الدول المتقدمة. طيب في خصائص تدني للسكان العالم قال لك اه في خصائص صحية. زي برضو ما عندي التعليم والمواليد ولو فيات بيزيدوا في دول وبيقلوا في دول. برضو عمدي نفس القصة للخصائص الصحية. قال لك يعد زيادة عدد الأطباء دليل على الاهتمام بالرعاية الصحية. يعني دي دي جملة كده هم حطينها ان كل ما يزيد عدد الأطباء في البلد او في الدولة. ده دليل على ان الدولة دي متقدمة او فيها اهتمام كبير جدا بالرعاية الصحية. وده مش من خياس عمتان يعني عندنا في مصر. طيب تقسم الرعاية الصحية في الدول الى دول زيادة رعاية طبية فائقة. يعني ما يجيلي شؤل في الامتحان ويقول لي. آآ مثلا دول مصر من من الدول اللي عندها رعاية طبية فائقة. لا هي ما عندهاش رعاية طبية فائقة. في فرق من كلمة فائقة ومرتفعة. عشان بتيجي في الامتحان والولاد بيغلطوا فيها. قلنا ان يعدي زيادة على الأطباء دليل على الاهتمام بالرعاية الصحية. طبعا دي جملة قلنا ان هي بتتخط او بيعتبروها ده مقياس. كل ما ما بيزيد عدد الأطباء في دولة المال فده بيدل على ان فيه اهتمام بالرعاية الصحية او آآ فيها تقدم في الطب. طيب. في عم جيب قلنا بنقسم الرعاية الصحية في الدول الى. عندي تلات حاجات. قلنا الدول ذات رعاية طبية فائقة. فائقة يعني الطب اللي ما فيش بعدها. اللي هي اوروبا وروسيا وامريكا الشمالية. وفيه عندي دول ذات رعاية طبية مرتفعة. وفيه فرق بين كلمة فائقة وفرق بين كلمة مرتفعة. فلما يجي سؤال بالامتحان ابقى عارف اميز بين. الدول اللي فيها آآ رعاية طبية فائقة زي اوروبا وروسيا وامريكا الشمالية. والدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة اللي هي مصر والاوردن والامارات واسترالي. طيب. وفيه عندي دول ذات الرعاية طبية ملخفضة من اشدعوا بيها دي ناس على قد حالهم. طبعا دي دولة اسيوبيا والنيجر وريتريا ونيبال وباسيا. يبقى انا اهم حاجة جزء عندي افرق بين التلات حاجات. بين التبية الفائقة والتبية المرتفعة. وده سؤال مهم جدا جدا بيجي في الامتحان ودائما بيجي في الصحة والغلط وبلغبة الولاد او في الاختيار. من ضمن خسائل سكان العالم عندي حدث مع الخصاص الاقتصادية. بتنقسم دول العالم من حيث الدخل الى دول صناعية زاتة دخل اقتصادي مرتفع. اللي هم بيعيشوا في المدن بيعتمدوا على الصناعة والخدمات زي الدول غرب اوروبا وامريكا الشمالية. ودول اوتوماتيك لما هم بيعتمدوا على الصناعة دول بيعتمدوا في اقتصادهم على استهلاك كميات كبيرة من الطاقة. طبعا زي مين? زي دول الخليج. وطبعا دول الخليج اللي بتعتمد على استخراج البترول وتصديره للخارج وتصنيع ايه مشتقض. يبقى من الاخر كده الدول اللي بتعتمد على الصناعة كاساس دي اسمها دول زاتة دخل الاقتصادي مرتفع. لكن اي حاجة تانية غير الصناعة تعتبر ايه تحتيها شوي شوي. طيب. تانية حاجة عندي اللي هي الدول زاتة الدخل فوق المتواصف. اللي هي بتعتمد على حرفة التصنيع النامي البسيط وتعد للانشطة التقليدية زي تركيا ودول شرق اوروبا والمكسيك والارجنتينو فيه جنوب ايه جنوب افرق. اه يعني ايه تصنيع نيامي يعني بصنع مثلا مصانع اه حاجة صناعات غذائية بسيطة اه صناعات اه 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 مثلا زي الملابس البسيطة لكن اللي بتكلم عنهم اللي هما الدول زاتة الرعاية اه اه زاتة دخل اقتصاد المرتفع. دي الدول اللي بتعتمد في الصناعة الاساسية على الصناعة اللي هي الصناعات السقيلة. الدبابات الطيارات. الاسلحة العربيات. دي دي معنى كلمة اه اللي هي صناعات سقيلة. وبتعتمد في اغلبها على الحديد او على التكنولوجيا بالصفة اه خاصة او صفة عامة. اه دي اسمها دول زاتك دخل اقتصادي مرتفع. اما الدول اللي بتعتمد على التصنيع النامي دي بتعتبر دول فوق المتوسط او دخل فوق المتوسط. اللي هي بتعتبر ايه تصنيع اه بس حاجات على الدهم ومع عن شرطة تقليدية اه تانية. طيب دول زاتها مستوى اقتصادي اقل من المتوسط. اللي بتعتمد على حرفة التصنيع كحرفة ايشي? والتنمية الاقتصادية. طيب في عندي دول زاتك دخل اقتصادي اه زراعي منخفض. اللي بيعتمده اساسا على حرفة الزراع وبيعيشوا فين? بيعيشوا في الريف. يبقى انا عندي اه 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 لامهم لاربع حاجات. الدول اللي بتعتمد على الصناعات التقليدية كاساس. دي اسمها دول زات tranquille اقتصادي مرتفعة. اما الدول اللي بتعتمد على التصنيع النامي اللي هو بعيد عن الصناعات التقيلة. وبعض البسيط طبعا. وبعض التقليدية دي بتعتبر دول زاتها دخل اقتصادي فوق المتوسط. اما اللي تحت المتوسط اللي هي بتعتمد حرفة التصنيع وطبعا مش كل الحرف تبعى اغلبها صناعات يدوية وتنمية اقتصادية. اما الدول بقى اللي هي داخلها المخفض اللي هي بتعتمد في الاساس على الزراعة. يبقى انا هنا كده الزراعة والصناعة اللي اتنين هما اللي بيحددوا لي داخل الدولة او مستوى الدولة. لو الدولة بتعتمد في الاساس على الصناعة وخصوصا الصناعة التقيلة فدي دولة طبعا في الطب كده يعني من الدول اللي هي داخلها اقتصادي مرتفع جدا. طب لو تعتمد على الزراعة بس دي دولة مستواها منخفض جدا الاقتصادي. اما لو الدولة بتعتمد على شوية صناعة وشوية زراعة او او تناع في الانشطة دول بيتراوخوا في المتوسط وفي المتوسط. في عندي تعريف مهم جدا اسمه قوة العمل. يعني قوة العمل. قالك يعمل في الزراعة حوالي 80% من السكان في الدولة النامية في افريقيا وتزداد نسبة العاملين في مجال الصناعة والخدمات الاخرى في الدول المتقدمة عنها عن النامية. يبقى لما لاي عندي ان نسبة او عدد او قوة العمل او عدد العاملين في الزراعة بيعدوا 80% يبقى دي في الدول النامية. طيب هتلاقي ان بيزيدوا في الدول النامية اللي بيشتغلوا في الزراعة وبيقلوا في الدول المتقدمة لان اغلب الناس اللي شغالين في الدول المتقدمة بيعتمدوا اساسا على الصناعة. فبتلاقي ان قوة العمل او نسبة العاملين في الزراعة بتزيد في الدول النامية في افريقيا مثلاً وبتقل نسبة العملين في الزراعة في الدول المتقدمة. ويختلف توزيع قوة العمل في دول العالم حسب الانشطة الاقتصادية بها. فمثلاً الدول المتقدمة بتزداد نسبة العاملين في الصناعة والخدمات المرتبطة بحسن ما أنا قلت. وبتقل نسبة العاملين في الزراعة وبتصل الى عشر اقل من عشرة في المية كما في دول غرب اوروبا والدول الامريكية الشمالية واستراليا. يبقى كلما كانت الدول متقدمة يبقى نسبة العاملين في الصناعة فيها بيزيدوا عن نسبة العاملين فين في الزراعة. اما في الدول الانمية والفقيرة فبتزداد نسبة العاملين في مجال الزراعة. آآ بتلاقي مسلاً من تلاتين لستين في المية في مصر آآ اللي هي في افريقيا وفي تركيا وفي اسيا. من ستين لتمانين في المية في الصداع في افريقيا والهندي في اسيا. ومن تمانين في المية لما فوق دي الدول الانمية خالص بها في شرق افريقيا زي إيه؟ زي أسيوب. طب هي الدول ما فيهاش غير زراعة وصنعها بس؟ لا. ده فيه أنشطة تانية. زي طبعا الصيد، قطع الغابات، الراعي وكذا وكذا وكذا. تاني كده هعمل راجع سريع. يبقى أنا كده عندي قلنا إن القصائص سكان العالم أسمناهم لي أول حاجة اسمها قصائص ديموغرافية اللي هي علم دراسة السكان. وقلنا طبعا أعلى قارات العالم في معدلات المواليد وأقل قارات العالم في معدلات المواليد والوافيات نفس القصة. وقلنا طبعا إن كلما زادت الرعاية الطبية كلما قلت الوافيات وكلما قلت الرعاية الطبية كلما زادت إلي الوافيات. وفيه عمد حاجة اسمها زيادة طبيعية اللي هي الفرق بين معدلات المواليد والوافيات. وقلنا التركيب العمري اللي هو طبعا قلنا هما ثلاثة فئة صغار السن من سن يوم لخمساشر سنة وفئة البالغين اللي هي من الخمساشر لأربعة وستين وفئة كبار السن اللي هي فئة غير منتجة من خمسة وستين لما فوق. طيب وقلنا الخصائص التعليمية إن فيه عندي الدول النمية بتقلي فيها نسبة التعليم أما الدول المتقدمة فبتزيد فيها نسبة التعليم وبتقلي فيها نسبة الأمية. وقلنا الخصائص الصحية عندي دول زيادة الرعاية طبية فائقة ودول زيادة الرعاية طبية مرتفعة ودول زيادة الرعاية طبية منخفضة وفيه فرق من الثلاث مصطلحة. أما الخصاص الاقتصادية قلنا أننا عندي دول صناعية بصفة عامة أن كل ما كان عندي الدولة بتعتمد على الصناعة والصناعات السقيلة كلما كانت أن الدول المتقدمة زادت داخل الاقتصاد المرتفع وكلما كانت الدولة بتعتمد على الزراعة فده بيؤدي إلى أن دي دولة نامية والداخل الاقتصاد بتاعها منخفض ولما يبقى فيه دولة منوعة بين الصناعات والزراعة ده بيبقى الداخل الاقتصادي بتاعها المتوسط فوق المتوسط أو تحت المتوسط وكلمنا عن قوة العمل وقلنا أن كلما كانت دول نامية كلما كانت نسبة العاملين في الزراعة فيها كبير جدا وبيعدل 80% أما لو كانت دولة متقدمة فالنسبة العاملين في الصناعة بيزيد فيها عن نسبة العاملين في الزراعة أول سؤال هنتكلمة هنقوله نهارده هو أكبر ما يلي أعلى نصيب للفرد من الداخل في العالم موجود فيه قارة إيه وإيه؟ قلنا قارة أستراليا ويليها قارة أوروبا طيب تعد قارة إيه؟ أقل قارات العالم فيه نصيب للفرد من الداخل القومي طبعا هي قارة أفريقيا طب ليه؟ بسبب ارتفاع معدلات الموليد وكلما زاد ارتفاع معدد الموليد كلما قل نصيب الفرد من الداخل القوم طيب إيه تفسيرك لانخفاض الداخل بقارتنا؟ قلنا بسبب اعتماد معظمها على معظم دولها على النشاط الزراعي طبعا ده سبب انخفاض دخل الدخل في القارات أو قارة أفريقيا بصفة خاصة وطبعا ده يعني اعتمادها على النشاط الزراعي ده سبب وتاني حاجة انه طبعا ايه اللي هي زيادة طبعا ايه نسبة الاطفال او اللي هما الفئة الغير المنتجة عندي فطبعا عنده بيعملوا عرض ايه على الدولة طيب صور ما تختار خطر تتميز قارة ايه اوروبا بمعدل موليد مرتفع؟ هي مفروض قلنا مش اوروبا هي قارة مين؟ قارة افريقيا هي اللي بتتميز بمعدل موليد مرتفع؟ طيب تتميز قارة استراليا معدلات وفيات مرتفع؟ هي مش قارة استراليا هي قارة اوروبا طيب ليه؟ ليه عندي اوروبا رغم ان هي دولة متقدمة ايه لان فيها معدلات وفيات مرتفع؟ هنقول بسبب زيادة نسبة كبار السن فطبعا ده بيؤدي الى زيادة معدلات وفيات مش لان ما فيهاش رعاية طبية طيب عندي ثلاث سؤال بيقول ايه دولة ذاتة رعاية طبية مرتفعة؟ كنيا لا طبعا مش كنيا مصر وفيه فرق من مرتفعة وقلنا ايه فائق ما ينفعش اقول مصر زيادة رعاية طبية فائق مصر مرتفعة بس طيب تتميز دولة السومال بارتفاع نصيب الفرد من الداخل القومي؟ غلط مش السومال مالمين استراليا استراليا فيها ارتفاع نصيب الفرد من الداخل ايه القومي لان عددهم ايه مش كبير طيب ايه بما تفسر ارتفاع معدلات المواليد في قارة افريقيا قالك بسبب الفقر والامية والاعتماد على الزراعة البداية وانتشار العدد والتقاليد السلبية تلاقي ايه زي زواجي مبكر لزيادة نسبة كبار السن وزيادة قصد نسبة كبار السن يبقى هو جمع لي كل اسباب ارتفاع معدلات المواليد في قارة افريقيا وجمع لي كلها مع بعضها تمام؟ طيب ليه ارتفاع معدلات الوفاية في اوروبا قلنا بسبب ايه؟ بسبب زيادة نسبة كبار ايه؟ كبار السن. طيب السؤال اللي بعده بما تفسر وصول نسبة المتعلمين في مصر لخمسة وستين في المية وبدأت تقل الامية في مصر هنقول لي ان الدولة اهتمت بمختلف مراحل التعليم وجهود الدولة في مجالات محول امية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مش بس اهتمت بالمراحل التعليمية للشباب لأ ده كمان عملت لي مجالات لمحول امية علشان اقلل من نسبة اه اه عدم التعليم. طيب ليه بتركز الدول زيادة الدخل الاقتصادي المنخفض في افريقيا؟ لانها بتعتمد على الزراع البدائي اللي اعتمدها على الزراع البدائي. اغلب الدول في قارة افريقيا اصلا بيعتمدوا على الزراع البدائي. فطبيعي ان هي طبعا يبقى دخلها الاقتصادي منخفض. طب ليه بتزيد عدد اه زيادة عدد كبار السن في الدول المتقدمة؟ ليه؟ علشان في عندهم تقدم وفي في مجالات الصحية الرعاية الصحية. فالواحد يبقى عنده خمس ستين سنة وتحسنوها شباب اكتر من اللي عنده عشرين سنة مثل. انه عنده اهتمام كبير بالرعاية الصحية وعنهم تأمين صحي. فاي وقت اه الدولة معين؟ طيب السؤال اللي بعده اختر اجابة صحيحة. تصل نسبة قوة العمل في مجال الزراعة الى 80% في الدول اي بقى? الغنية ولا النمية ولا المتقدمة ولا الفقيرة؟ قالك بيصل نسبة قوة العمل في مجال الزراعة الى 80% في الدول النمية. لانهما بيعتمدوا على الزراعة كعمل اساسي. طيب تعتبر دولة ايه من الدول ذات الرعاية الطبية المنخفضة؟ السعودية مصر ولا فرنسا ولا اثيوبيا؟ قالنا اثيوبيا. طيب. تصل معدلات ايه? الى 8 فرد في الالف على المستوى العالمي. طيب. الموليد ولا الهجرة ولا الوفيات ولا الامية؟ قالك الوفيات. في العالم كله بيوصل الى 8 في المية في 8 في الالف. على المستوى الايه؟ على المستوى العالمي. طيب. ما المقصود بالمفاهيم الجغرافية التالية؟ وللمرة والتانية والتالتة والربعة والعشرة يا جماعة. في سؤال كامل بيجي في الامتحان. في حاجة اسمها المقصود بالمفاهيم الجغرافية. ممكن يجي لك اقل شيء 3 تعريفات ولازم تكون حفظ التعريفات كويس. فمثلا عندي نهار ده خدمة زيادة طبعية. هو ايه هو؟ هو ناتج الفرق بين معدلات الموليد ومعدلات الوفيات. طيب ايه هي قوة العمل? هي عدد الافراد في سن العمل والقادرون عليه فعليا او يبحثون عنه. طيب ايه هو التركيب العمري? هي دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان منطقة ما وفقا لفئات عمرية محددة. يبقى انا لازم 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 اعرف كل التعريفات اللي موجودة عندي. هما مش كتير عامة بس بيجي لي سؤال كامل عندهم في الامتحان. طيب. ماذا هيحدث اذا? ايه لا يحصل لو? زاد اهتمام دول افريقيا بتعليم الانيس. بدر ما هما بيجاوزوهم بعد كده ويقرفونا. قالك هزيد نسبة التعليم وهتساهم المرأة في مجالات كتيرة جدا. وهتصبح افريقيا من المناطق المتقدمة. ان المرأة هي ايه? كل المجتمع. مش نصر المجتمع. كل المجتمع. طيب. هيحصل ايه? لو قامت افريقيا بالاستفادة من ثرواتها المعدنية والزراعية في التصنيع. بدل ما بتصدر الحديد والمواد اللي عندها المعدنية كماد دخام. ايه مشكلة لو صناعتها هيحصل ايه? قالك هاصبحت من المناطق زادة الدخل المرتفع وزاد نصيب فيها زادة نصيبها يعني او نصيب الفردي من الدخل ايه? من الدخل القوم. اه دي كانت اخر حاجة او دي كانت المراجعة اللي انا عملتها النهاردة على الدرس. اه طبعا اتمنى انتو تكونوا فهمتوا الحصة ان شاء الله النهاردة. اه كان معكم استاذة ريهام اه نوح معلم اول الدخلات الاجتماعية. طبعا مع تمانياتي بالتوفيق اه وشكر خاص للادارة العامة لمحتوى التعليمي. انا نلقاكم ان شاء الله في حلقة جديدة بازن الله.